السلام عليكم ومرحبا بكم وياكم الدكتور عمر القيسي واليوم راح أتكلم لكم على موضوع سألني عليه أحد الطلبة باليوتيوب وعدته راح أجاوبه في فيديو راح أحب أن أتسوي هذا الفيديو جوابا على سؤاله شفت بارها هذا التعليق راح أقرأ لكم التعليق تمام كاتب السلام عليكم دكتور وفقك الله على معلماتك الطيبة طبعا عليكم السلام كلام جميل كتبة فالمهم السؤال بعيد عن موضوع الثلاثيمية الفيديو الأخير أن أزلته أنا طالب طب مرحلة أولى نجحت للثانية إن شاء الله وبسبب ظروف خاصة صارت عندي يعني قصرت بدراستي فكانت دراستي على قدر النجاح بالمادة مثل التشريح البيو بايولوجي يقصد وأني طالب طب المستنصرية سؤالي هل المواد التشريح مستقبلا تنعاد علي وكذلك المعلومات مادة البيو والكيمياء أو لا ممكن جوابك على سؤال نصيحتك إلي لأن التقصير بهذا المجال العظيم هو تقصير بحق نعمة الله وبحق الناس كذلك ومنون جدا طيب أشكرك أول مرة على سؤالك هاي نقطة الأولى وثانية نقطة راح أقول لك مادام أنت سأل هذا السؤال فأني إن شاء الله واثق منك أنه أنت راح تكون طبيب بالمستقبل على قد المسؤولية وقد هذه المهنة لأنه مادام أنت فكرت وسألت هذا السؤال معنات أنت شخص عنده اهتمام بالموضوع وشخص حاب يطور من نفسه أتكلم لك على تجربة شخصية وإياها أنا بالكلية طبعا كنا بكليات الطب أنا طبعا مدرسة بالعراق خرج العراق درسة كان عندنا مواد أساسية تشريح بايو كيميستري هذه المراحلة الأولى طبعا نسميها المواد البيسيكس اللي هي أساسيات الطب اللي أنت راح تخلي قاعدة ثابتة إليك بيها اللي هي التشريح الأناتومي البايو كيميستري البايولوجي الفيسيولوجي اللي هي أم الطب حرفيا وهي الأناتومي هذه هي راح تخليك أنت كطالب طب عندك أساس بالطب طيب سؤالك إلي هل هاي المواد إذا تركتها بالمراحلة الأولى من الطب راح تنعاد عليها مستقبلا الجواب نعم بس مو بالطريقة اللي أنت تتصورها لديك مثال بسيط أنت لما تقرأ بايولوجي أو لما تقرأ خلني نقول بايو كيميستري البايو كيميستري لما تقرأها أنت بالمرحلة الأولى ما راح تنعاد عليك بالمراحل الثانية فأنت ما راح تقرأ هذه البايو كيميستري بمعنى أنت مرحلة سادسة راح يجون يعيدوا لك البايو كيميستري بهذا المعنى أو يعيدوا لك بايولوجي أو أناتومي بمعنى أناتومي لا اللي راح يصير راح يصير إعادة ضمنية من ضمن المواد التي تدرسها راح يجي موضوع لما تقرأ كمثال لما تقرأ على مواضيع مثلا الكبد راح تدخل جانب أناتومي جانب هستولوجي بالموضوع لأنه كله مرتبط بالنهاية فأنت لما تقرأ باثولوجي علم أمراض الشي رح تدخل بكل هذه الهلم رح تدخل بجانب أناتومي رح تدخل بجانب بايو كيميستري ورح تدخل بجانب هستولوجي وجانب فسيولوجي بالموضوع هو كله مترابط بالنهاية حتى أنت تكون صورة صحيحة عن الموضوع فهذا كله رح يجيك بشكل مختصر ويتركز على الأمراض لكن إذا لم يكن عندك أساس قوي اللي رح يصير شنو عندك وهذا قسم من الطلبة الطب يعانون من عنده أنه عادي أنت إذا ما قرأت هذه الموضوع رح تمشي بالطبية بمعنى رح تكون طبيب سالك حالك حال البقية بس أو يعني إذا قرأتها بشكل خلي نقول مو إذا ما قرأتها أبد رح ترسوه صلاح ما رح تكمل الطبية لمقصد مقارية لنفرض أنت قاريها شلون مكان نسميها باللهجة العراقية يعني على قولة البقية كيف ما كان فأنت مشيت أمورك نجحت بالامتحانات بس أنت ما كان عندك هالفية حقيقية بهذه المواد وما فهمتها أصلا هنا طلاب الطب ينقسمون النوعين نوع حافظ ومفاهم ونوع حافظ وفاهم ونوع بس فاهم طيب من اللي مرتاح بيهم هذولا كلهم النوع الوسط اللي قلت اللي هو حافظ وفاهم للأسف طب من قدر نقول كل شي فهم مية بالمية وهذا أكو جانب بيه معين هو جانب لا يزال جانب حفظي بدرجة معينة فأكو جانب حفظي وجانب كبير منه هو جانب الفهم اللي راح يساعدك هوايا بالمراحل المتقدمة وأيضا راح يساعدك هوايا وين لما أنت تكون طبيب يعني وتتعامل به المرضى هوايا راح يفيدك طيب شنو كلامي هذا حتى اختصلك إياه وتفهمه بشكل مجمل ولده وين يفيدك بالضبط أنت الآن لو كنت طالب حافظ ممكن تنجح بالامتحانات ممكن حتى مرات تجيب درجات لك من واقعيين لكن بالنهاية لما أنت راح تكون بموقف وهذا للأسف شفناه بطلاب مع العلم هم يعني خلي نقول مستواهم الدراسي بمعنى الدراسي خاصة في المناطق أو بالدول العربية لأن اعتماد كبير على مسألة الحفظ والدرخ احنا مثل ما نسميها فلذلك ينجحون ومعادلات عالية لكن لما تخليهم بمجال العمل تلقى هناك أكو قاب أكو فتفجوة بالموضوع تشوفه ماذا يقدر يأخذ قرار بالواقع ليش يعني هو مفاهم الموضوع هو حافظة هو يقدر يسوي تاسكات معينة مهام معينة تكرارية يقدر ينفذها بشكل جيد أما أي متغير يصير وياه بواقع المريض رح يعجز أنه يأخذ قراراً لوحدة رح يعجز أنه يأخذ خطوة إضافية ما رح يعرف وين يبدأ وين ينتهي لأنه هو مفاهم الموضوع بس مجرد حافظ الخطوات لا أكثر ولا أقل وشغلة الحفظ صراحة النسبياً تقدر تقول اللغة بمجال العمل أما تحكي بمجال الكلية والنجاح بالكلية أنا ما يهمني هذا المجال صراحة لأنه النجاح بالكلية هو نجاح بالنهاية مجرد أن تحصل سعي تحصل درجات أنت خلص نجاحة هاية تفيدك حتى تأخذ اختصاص معين أو تأخذ شيء معين ما خلق نجي نحشي على واقع العمل وأنت لما تكون مع مريض وحياة مريض بيدك فصراحة جانب الحفظ شبه اللغة حالياً ليش؟ أنت عندك هذا الجهاز بيدك موجود هذا الجهاز ينطيك أكسس ينطيك مرور لكل الأنترنت أنت تقدر أي شيء الآن تكتب وتلقاه فإذا أنت عندك خلفية على الموضوع مجرد أنت ناسي بعض لنفرض دوز لعلاج معين هل أنت بالضرورة ما راح تقدر تدور الدوز هنا راح تقدر طبعاً شغلات ثانوية مرتبطة بمسألة الحفظ تقدر تلقاها فبمجال العمل مسألة الحفظ ممكن أكو شغلات واي تساعدك تقدر تلقاها أنت محتاج ترجع الكتب الآن بالأنترنت تقدر رأساً تلقى أي معلومة وخلصنا الموضوع انتهى فلذلك قلت لك اللي فقط اعتمدوا على الحفظ ينجحون بالكلية لكن مجال العمل يواجهون صعوبة صعوبة اتخاذ قرارات مصيرية من هو يكون قدام مريض في حالة حارجة الأمراض أعرف نقطة مهمة ما تقرأ كتب الأمراض تحتاج تحتاج تفكير طبي أكثر من مجرد معلومات مصفتة وخلصت الموضوع على هالقد وهذا تلقى أكو أطباء ناجحين وعلى مستوى عالي وبنفس الوقت تلقى أطباء بمستوى متوسط أو أقل مع العلم إذا ترجع الكلية ممكن درجات هذا ولاك أعلى من الثاني فهذه أريدك نقطة تفهمها لما تقرأ لا تقرأ فقط من نجاح الكلية أقرأ أنت لنفسك حتى أنت تطور من نفسك لا تفكر فقط بنجاح بالكلية لأن نجاح الكلية ربما بالنهاية يتحصل لكن يبقى الموضوع الفارغ لك وللمريض هو طريقة تفكيرك الطبية فهذه نقطة مهمة حبيت أذكرها فهنانا الموقف اللي عنده فهم لهاي البيسيكس اللي أنت ربما تشوفها مواد تافهة ما لها علاقة بالطب النهاية لكن صدقني هذه المواد اللي أنت تشوفها تافهة راح تنطيك أفضلية بتعاملك ويا المرضى وأفضلية ويا زملائك وراح تكون على مستوى طبي أنت لما تكون راح تشوفها بالكلية قبل ما تشوفها بمجال العمل لما تكون أنت مرحلة رابعة لخامسة مرحلة سادسة راح تشوف نفسك أنت لما تقرأ بهذه المراحل لما تتطور بعلم الأمراض لما تقرأ أكثر بالباطنية بالجراحة راح تشوف أنه هذه المواضيع صرت نسبيا أسهل عليك لأنه أنت عندك صليبة بالموضوع فسهل تعبر وتتقدم بالمعلومات بينما ربما زميلك اللي مشى الموضوع وخلي نقول مشاها شون ما صارت ونجح بس ما كان عنده حقيقة إلمان بالموضوع راح تشوفها يعاني وما راح يفهم الأمراض إيه راح يلجأ للطريقة المعتادة أنه يحفظ الموضوع وانتهينا وراح يجاوب يقول لك خلاص أنا دراخ والحمد لله نجحت والحمد لله صرت آني أحسن واحد بيكم بس بالنهاية هو ترى حفظ ما يفهم الموضوع وهذه المعلومات اللي يحفظها بهاية الطريقة سهل جدا أنه تنسي وما يصير لها أي قيمة بالمستقبل بينما أنت لما تكون فاهم فلا الموضوع راح يختلف وياك باتشر أنت لما يجيك مريض وانا قلت لك الأمراض ما تقرأ كتب تبع على هاي نقطة الأمراض ما تقرأ كتب يعني الشيء لانتقاريب الكتب مو دائما يطبق مية بالمية ويا المرضى فلما أنت راح تلاحظ متغيرات معينة ترى حتى الأخصائي ممكن يستفاد منك من أنت تكون واحد بعدك ها روتيتر حديث تخرج بس عندك المام وعندك صدقني ممكن يتأثر بكلام أنت تقوله لما تكون أنت صاحب معلومات وصاحب فهم فممكن يتأثر في حياة المرض لأن أنت أكثر واحد وما تتعين بالطب إن شاء الله يعني لما تخلص تتعين أنت أكثر واحد راح يكون باحتقاك ويا المريض ممكن أنت تلاحظ أشياء لخصائم وراح يلاحظ مثل ما أنت تلاحظها فإذا أنت كنت حافظ ومفاهم فصعب راح تربط المواضيع راح تشوف الشغلات العامة راح تعرف الشيء المشخص الشيء العام قدنك راح تعرف تعالجه كون المواضيع راح تتكرر أغلب الأمور بالطبيعة تتكرر مو كل المرض راح يجوك حالاتهم نادرة أو حالاتهم بالعكس الأغلبية الشائعة هي الحالات الشائعة بس لما تكون أنت محترف فرق كوي المريض راح يكون ظاهر بينك وبين البقية راح يشوف المريض نفسه راح يستفاد بدرجة واضحة راح يكون حقيقي مثال بسيط أنت لما تعرف تكون عندك إلمان بالموضوع وفاهم الموضوع راح تدور على حلول ثانوية غيرك ممكن ما يفكر بيها وممكن تفيد المريض أعطيك مثال صار ويايا لما كنا نداوم وبردهت الوبائية كان عندنا حالة كان عندنا مريضة هاي المريضة عانت pulmonary embolism كان عندها shift femor fracture فالمهم فصار عندها complication وكان هي مصابة بكوفيد فعانت من pulmonary embolism نوعها fat embolism لأن إذا تعرف shift femor fracture هو كسر والكسر ممكن يطلع من عنده فات والفات يروح بالدم ويسوي لك pulmonary embolism فآن شنتقاري بالن سي بي آي شنتقاري على فكرة علاج pulmonary embolism بالألبومي اللي هو صراحة نحن مجربيه بمستشفياتنا والموضوع يعني نسبياً خارج إطار تفكير الطبي العادي فهناناني قررت أستخدم الألبومي لهذا العلاج طبعاً مو وحدي انطيت خبر للمقيم الأقدم انطيت خبر للأخصائي موضوع الموجودين أيضاً استفادوا من الفكرة ممكن طبقت على مرضى ثانين وبالفعل الفرق صار في المرضى الثاني ما أقول لك الموضوع مية بالمية ناجح الموضوع بعد clinical trials وبعد به هواية أمور يعني مو كل المرضى اللي يعدون فات أمور زي ما يستفادون أمور رأساً نأخذ هذا decision وننطيب فهن مدالي دا أقول لك تروح انت تسوي من عندك شغلات بهذا المعنى بس تقدر تنطي فكرة وهذه الفكرة ممكن تتطبق وبهذا اللي يعني سويت وهذا وين اجي اجي من فكرة انه انت فاهم مو بس حافظ لأن لما انت تعرف الألبومين ممكن يصير مثل الاكتليز ويشيل الفريفاتي أسد لأن انت بالفيسيولوجي قاري هذا الشي قاري بالبايو كيميستري هذا الشي راح تربط وراح تقدر تاخذ decision ولما تقرأ الشي انت بالبحاث تقدر تستفاد من عنده وتطبق على المرضى يا هاي النقطة الفارقة بينك وبين البقية انت تكون فاهم شنو الاسد بيس بالانس وشنو اسيدووس وشنو الكالوسيس هاي المواضيع البسيطة اللي انت سم ممكن سامعت حسفت شي بسيط وتافه صدقني بالمرضى اللي بيهم ديهايدريشن خاصة بالاطفال هذه ممكن ممكن بالفعل تنقذ حياة مريضة تخيل هاي الشغلة البسيطة هاي الشغلة البسيطة ممكن تنقذ حياة مريضة فلا تستهين بهاي المواد البيسيق الاناتومي يفيدك جدا في تشخيص حالاته هواية ممكن تعبر على جماعتك لما انت تعرف مو كل ابنتيزايتس اللي يصير به راية اليك فصة بين ويصير بجهة معينة ممكن اكو طبعا هواية انواع لابنتيكس تكون بمناطق مختلفة مو شرط تكون طبعا قلب البشر هم راح يمشون في القاعدة العامة بس لما انت تكون فاهم ممكن مريض يجيك الابنتيكس عنده متموضع بشكل ثاني وغيرك لان راح ممكن يقول لهذا المريض روح للبيت انت ما عندك ابنتيسايتس انت لقفت الفكرة وعرفتها ولحيت انه هذا المريض يبقوا وبالاخير طلع عنده كمثال ابنتيكس وخير بيها ابنتيسايتس وانت لقفت الموضوع وحميت هذا المريض شوف هذا انتومي هذا انتومي وضعتك مثال على بايو كيميستر وفيسيولوجي إذا تلاحظ فهي هاي المواد واني هنا ندى اركز على فكرة تكون فاهمها مو حافظها المواد البيسيك ما لدك تحفظها ما عند الانتومي طبعا بي جانب كبير من التشريح وحفظ فهذا ما يعني ما من نصرفه بس تكون فاهمة بالنهاية وحافظ اسماء معينة لتراكيب معينة والانتومي رادة تعيدة اكثر من مرة الانتومي من قري من اول مرة خذها من عندي اول مرة تقرأ ربش ثاني مرة ربش الا شوية ثالث مرة ربش وشوية رابع مرة يلا ها ها شوية شوية تبدأ تلزم الخير انا اتومي هو مادة صعبة وجافة للأسف بس واقع حال هذا تصور الان وصلت لك الفكرة كاملة وحاول مثل ما قلت لك دائما تقرأ وتجتهد وتطور من نفسك لنفسك وحاول تفهم اكثر من ما تحفظ لان الحفظ ممكن تتدارك بالمستقبل بس الفهم اذا فاتك صدقني صعب جدا ترجع وتدارك السنوات اللي عبرتك حاول تفهم اكثر من ما تحفظ ولا يهمك فقط درجات الجامعة واشقد تجيب تقديرات خلي الموضوع اهم شيء لك الذاتك انت تطور من نفسك وانت تكون صاحب اذا انت طبيب او باي مجال ثاني صاحب فكر بالمجال اللي انت بي اكثر من مجرد شخص حافظ يطبق الامور بدون اي فهم وبدون اي خبرة باي مجال معين اتمنى لكم يوم طيب والقاكم في فيديو اخر تحياتي لكم مع السلامة